قبل ما اروح لفاصل عايز اتكلم عن لقطة مبارح حصلت يعني لقطة فيها كل حاجة حلوة في كرة القدم كريستاول نلضة جماعة تسعة وتلاتين سنة عادة عادة نلاعب اللي بيبعمل مسيرة كبيرة جدا اوروبية زي كريستاول دي مش مسيرة عادية دي مسيرة اعجازية لما بيروح مثلا دوري في شرق اسيا دوري في المنطقة العربية دوري في امريكا دوري في الهند في استراليا تلاقيه يعني رايح من الاخر كده يعني يجمع شوية فلوس حلوين كده في الاخر انا خلاص انا اعتزلت روح لبميلي شوية فلوس حلوين وخلاص وانا بعتزل عادة معظم اللعيب الكبار علمان اللي عمل الخطوة بتاعت انه اسيب اوروبا وروح في اي منطقة تانية بيبقى دا الهدف بتاعه الا كريستاول نالدو الا كريستاول نالدو حالة استثنائية في تاريخ كرة القدم الراجل امبارح بيخسر نهاء الكاس بضربات الترجيح مع فريق النصر قدام الهلال وبكى بكاء اطفال بكاء حسرة مش طبيعية دا في لقطة كمان واعد عالدكة منهار الراجل منهار الراجل كريستاول نالدو يا عم دا انت جاي تاخد ارشين وماشي مفيش انا جاي يلعب كورة انا جاي يكسب بطولة انا جاي اقدي انا لسه عايز اعمل ارقام كياسية ايه دا حكاية عجيبة غريبة كريستاول نالدو والله ما فيه لعيب في التاريخ جيه بنفس الشغل بتاع كريستاول نالد دا تسعة عشرين سنة اللي هو يعني معلش يعني معلش كريستاول نالدو لما يخسر نهاء الكاس في السعودية ايه ايه اللي حصل في تاريخه يعني ايه اللي حصل في تاريخه الناصر البياض العظيم دا اللي فيه كل الاعقام الكراسية وكل البطوات الممكنة ايه اللي هيحصل يعني دكتر واحد هيروح خارج من الملعب عادي يعني مش مشكلة من اخسرت ايه مشكلة من ايه ما كسبت دا الراجل منهار منهار هدى في الدوري السعودي وعنه تسعة وثلاثين سنة تسعة وثلاثين سنة وانبرح لعب الوقت كله 120 دقيقة يعني مش طبيعي صورة عظيمة بصراحة عشان كده كريستاول نالدو هيفضل اعظم بالنسباتي بالنسباتي عشان انا عادي في الناس بتزعرها طول اعظم لعب في التاريخ حالة ميسي خلاص احنا عارفنا انه ميسي هو طالع كده الواحده لكن كريستاول نالدو ده مختلف مختلف ما بيهداش ما بيهداش انا هفضل يلعب انا هتصور ان كريستاول نالدو تصور يعني لسه قدامه سنتين كمان يلعب عادي بالراحة يعني عادي بحافظ على نفسه بدنيا كويس ده حتى العيبة الاوروبية لما بتسافر دوريات اخرى غير الدوريات الاوروبية تريتخن شوية تريتخن شوية تريتخن ما بيقديش بشكل كويس بدنيا مش اعظم حاجة ده كريم بن زيمة هو وكريم بن زيمة ايه ده كريم بن زيمة رايحة دوري السعودي وهو افضل لعب في العالم يعني لسه قبل اوقت جايزة ده افضل لعب في العالم لسه توزع يعني افضل لعب في العالم جيه في الدوري السعودي عادي انا بحب كريم بن زيمة جدا بالمنازمة بس عادي عشان ليه العادي للعيبة الاوروبيين لما بيجوا في دوريات غير الدوريات الاوروبية بيبقى عارفة يقولك ايه دي مرحلش الختام ساد يومان ايه يعني ساد يومان ايه الزميل كريستيان ورنالدو في النصر واصغر منه بخمس ست سنين ولا الهوى مش باين أصلا ولا حاجة وعد بقى كل اللعيبة التانية إلا كريستيان ورنالدو اهو ده بقى المكسب الحقيقي للدور السعودي اهو ده النسخة الحلوة اللي داخلت الدور السعودي الباقي كله زي ما بقول لك كده ايه اخد شوائد فلوس حلوين السلام عليكم ما بيقعدوش حتى ما بيقعدوش نفس اللي انت كنت لسه من كام يوم شايفه في أوروبا مش هو نفس الأداء مستحيل إلا كريستيان ورنالدو